السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في اول فيديو اللي شرح برنامج الافتر افكتس شرحه لحد احترافه ان شاء الله ببن الله و ازاي تستخدمه في صورنا الحاجات اللي نقدر نشوفها في الاعلانات سواء كان فيها شوية خدع او في الافلام خدع سينمائية او صناعة الموشن جرافيكس عن طريق اللي هي فيديوهات الدعائية زي بتاعت القنوات سي بي سي اون تي في الى اخيره يعني طبعا انا مش هبتدي هنا بشرح زي نصطبه خلي السيطب و خلي التعرف على برنامج هي اخر حاجة هشرحها انا هبتدي اعترفه في الشرح التقني بتاعه شرح الادو بافتر افكتس طبعا ادو افتر افكتس اللي اسمع عنه هو برنامج متخصص لصنع السينما صنع الخدع السينمائية صنع الخدع البصرية الحاجات اللي بتشوفها وهي عليك انها حقيقية سواء كان الراجل بيطير واحد بتكلمه حواليه خلفية متحركة وتبر حاجات كتير جدا الشخص اللي بيشتعل الكلام ده كله فهو برنامج متخصص في الحاجات دي كلها بالجانب تخصصه في اتقان جميع انواع الفنون السينمائية يعني سواء كان مكسج الصوت والله التعديل على الصوت بحط ديزاين معين ابدو احركه وحاوله 3D اعمل منه اعلام كل هذه الحاجات اللي بتستخدم في صناعة الفن السينمائي او صناعة الفن عمون في العالم كله ادوي افتر افكت CS5 هو برنامج اصدر واحد بس 64 بيت يعني بيشتغل بس على مندوز 64 بيت طبعا انا هبتدي فيه شرح النهارده هو تقريبا شمه CS4 مختلف في بعض الحاجات بس قليلة انا هبتدي بيه بشرح الحاجات الاسسية فيه وازاي في الاخر اطلع عمل كويس يكون شكله حلو بإذن الله طبعا المحاضرات هتم شكله مختلف شوية ان انا ما هشرح في كل فيديو تقنية معينة تقنية مثلا للتحريك او تقنية معينة لصناعة الفيديو هياليها ان شاء الله محاضرتين تطبيق او محاضرة واحدة لحسب الدرس اللي شرحته اول مرة هيبقوا تطبيق بس بشكل معقد يعني احنا النهارده هناخد تحريك الصور من الشمال اليمين او اليمين للشمال مع المكونات الاسئلة للبرنامج في التطبيق او تطبيق ان شاء الله برهم يبقوا صورة واحدة يبقوا صوتين تلات اربعة خمسة تطبيق الثاني بو تلاتين اربعين خمسين صورة ونشوف ازاي نبدأ نتعامل مع كل الافكتات دي تمام تعالوا نبتدي باول محاضرة كده حانتوا ازاي شايفين كده عندما فتحنا البرنامج بيظهر لكم النافذة ديت طبعا تعالوا بس نتعرف كده عن النوافذ في الاول احنا عندنا هنا نافذة اسمها project او ويندو اسمها project نافذة اللي جنبها اسمها effect control تحت في واحدة اسمها none يعني اسمها drive دنبها اسمها render queue في هنا composition في هنا ال info ال audio preview كل نوافذ دي كلها النافذة ال project ديت هي بالظبط هي المكان اللي بحط في ال data بتاعتي اللي بستدعيها للذاكرة العشوائية او للذاكرة المؤقتة للبرنامج بستدعيهم هنا وابدأ اخد منهم اشوفها عدل في ايه وعمل ايه يعني بالظبط ديت كده عاملة زي وعاء مؤقت البيانات بتاعتي احط فيها كل البيانات اللي انا عايزها مؤقتا وابدأ اسحبها هنا واشتغل عليها واشتغل عليها وحفظ زي ما انا عايز وفي الاخر ابدأ احفظ الفيديو كل البيانات اللي هنا تروح انها خلاص انا عفلت البرنامجة اما اجفتح المشروع تاني بتبدأ البيانات ترجعلي تاني في نفس الوعاء ده وقت اللي هو اسمه project تمام؟ تحت طبعا ده يمكن اللي اتعامل منكم مع فيديوهات قبل كده او اتعامل مع اي برنامج editing او تحرير هيلاقي ان في حاجة اسمه timeline حتى في فتوشورب موجود timeline timeline دوت هو بالظبط هو الوقت او الزمن اللي انا ببقى احرك فيه effect بتاعي طيب انا انا عايزة اديكم هنا مثال برنامج برنامج left or effects اكتر من يريد ان يقدر يحرك لك effectات في اربع ابعاد متكاملة اربع ابعاد ازاي احنا عارفين هم تلتة ابعاد دايما x y z اي برنامج ثاني ازاي برنامج cyberlink board او whatever البرامج اللي هي المنتاج العادية ديت اه بتحرك لك اي effect في ثلاث ابعاد x y و الزمن يعني اممكن اخلي التكست بتاعي لو هنصرد ان مؤشر الماوس ده هو التكست بتاعي او الكلمة بتاعتي اللي عايزة احركها فانا بحركها كده كده طبعا بحركها في احداثيات x و y و في نفس الوقت مع الزمن الزمن بيمشي مثلا ثانية اثنين ثلاثة اربعة خمسة و الكلمة عملة بيمشي فهنا حركتها في ثلاث ابعاد ال after effects اكثر حاجة تميز و طبعا دي مش اكثر حاجة يعني هو فيه مميزات كتير جدا يكاد ده يكون فيه عيوب يعني ان هو بيحرك الحاجات في اربعة بعاد x y و z زائب الزمن او t طبعا كل كل كلام ده هيبان اكتر مع شغلنا طيب تعالوا بنا كده نبص واحنا قلنا دوت الكمبوزيشن دوت بالظبط كده انتوا عارفين شبه وعاء هو دوت قلنا وعاء بالحط فيه الداتة من الققالة بتاعيتنا دوت وعاء تاني نشوف عليه نتيجة الطبخة بتاعيتنا او نتيجة الشغل بتاعنا بيبان هنا زي يعني انا اضافت صورة وسحبتها في ال time line او في خط الزمن عجب يبص هنا بيبان لي ايه با أنا مش عارف في بداي يبان لي ايه طبعٌ اعني efect سحبت اعني efect الكلام ده عندنا اتفد ضيحة انفو دي انشتج هذا الي وقت احتيك بقدام انشا الله الجيد ببساطة بيجيب لك هدفيات كل نقطة انت تتحرج على كده نسبة الريد الـ الريد , الهوot الغرين واللون البلو هؤäguffle ك 정말 ماهب 하���خ 호 tone ماهب الريديو Robot وسأخب� بروته only in crowd بغض النظر عن الحاجات الغريبة اللي ممكن تلاقوها هنا جوه حتى هو تحت قيمة اسمها بانتوجي هنحتاجها قدام والتريكر هنحتاجها قدام طبعا انا مش بلجأ للشارح التقليدي اللي هو يعود الشرح لقوام البرنامج ويقفل والتانيه يعود الشرح لقيمة فايل بتعمل ايه وقيمة ادل بتعمل ايه من دوت شرح يعني قد يكون عقيم اذا ما كانش كده فعلا انا بالجأ للتطبيق العامل عرضه طبعا انا نشتغل نبدأ نعمل انا عايز هنا نعمل انا قلت هنا دوت اللعاء اللي بحط في الداتا بتاعتي او البيانات بتاعتي الموقاتة اللي هشتغل عليها في البرنامج طيب عايز ابدأ ابدأ احط كل حاجة عشان انا بعرفين البيانات هنا تنحط في حاجة اسمها الكمبوزيشن الكمبوزيشن يعني زي كده ملف بيجمع عن جميع انواع البيانات جواه يعني ممكن اعمل فيديو طويل او في الاخر احفاظه باسم الكمبوزيشن واحد وليكن مثلا جرافكس انجينير تمام؟ وابدأ اعمله رندر بعد كده الكمبوزيشن دوت هو بيلميلي كل حاجة دي فانا عايز اعمل كمبوزيشن جديد فهم كلك يمين واختار طبعا كلك يمين او مابلي مربع الاصفر ده او نيو كمبوزيشن واكتب هنا اسم الكمبوزيشن بتاعي وليكن جرافكس انجينير تمام؟ طيب بنختار هنا الجاودة طبعا مش عايز اتكلم في حوار الجاودة ده دلوقتي لان الجاودات كتير اقوي وانواعها كتير اقوي طبعا انا عمشتغل بتقناديات الها اتش دي مش هنقول لي دلوقتي خلوا برضو فيديو شرح الجاودات البعدين وهم ناخد اكبر كام متقن او بشكل متقن في البرنامج وعد كان ان شاء الله نبدأ نرجع بها للتفاصيل اللي هي تفرق ديزاينر عن التاني او بتفرق ديريكتور لسين معين عن التاني تمام؟ طيب طبعا بلاك وورزيليوشن فول نقول له اوكي طيب كويس او كده جلنا الكمبوزيشن والتاني الخد الزمن بتاعنا لو كنا محددينو انها كانت دلوقتي كان سنيتين تقريبا يعني نقول اللي اوكي خلاص كده جالي في التاني باين كل حاجتين طيب عزة ازحبا لبيانات بتاعتي اللي انا احطها جهو الكمبوزيشن عشان ابدأ اعادل عليها هندوس قدرنا حلين اما click يمين ونختار import ونختار file اما multiply files او احنا هندخل اكتر من ملف اما عطول نختار clickتين ويبدأ يباني كل الكلام اللي قدامي اللي انا عايز انزل يبقى ثاني اما click يمين import واختار ده او ده الحاجات دي سيسيبكم منها دلوقتي اما clickتين عطول ويبدأ يظهر لي الحاجة اللي انا عايز ادخل طيب تعالوا بينا كده ندخل طيب انا وفتع عندي الفولدر default او اخر الفولدر المفتوح فانا هنختار مثلا دوت الصورة دي اتا وانا فتحتها طيب انا دوت عملت لدل الصورة حتى انا مشوفها هنا ايه الصورة طيب الصورة مش بايدالي هنا ليه انها لسه ما استحبتهاش في الcomposition اللي هو ال time line بتاعه D10 فانا رح يمسيك هكده صاحبه حاطتها في ال time line بدا تظهر يبقى ده هيبقى شكل الفيديو بتاعي مود الديتين الصورة ثابتة ايه صورة ثابتة طول الديتين وخلص الفيديو عليك طيب ايه لا كده الحد ما عملنا اول خطف طيب تعالوا كده عايزين نخلي الصورة ديت تيجي من الشمال لليمين وهي جاية لحت اليمين تبدأ تختفي الاول انا عايز اتفهمكم كما حاجة كده ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اي حاجة بحطها هنا بالديني الخصائص دي طب احنا بنعمل ايه هنا انا عايزة تديكم مثال بسيط احنا لو عندنا طبعا انا مش مكانش محضر سامبل معايا دلوقتي بس انتوا لو جيتوا تخيلوا معايا ان الصورة دي جاي من الشمال لليمي يعني هي في الاصل جانت هنا طبعا؟ تريد بداية الفيديو وجيت مثلا عند السنة 30 فجأة لات هنا تحركت لحد نصف الشاشة وعند السنة 45 فجأت هنا وبعكا بدأت تختفي يبقى اتوقع الزي ده حصل يبقى انا قلت له ان انت من اول ثانية طبعا عشان محطتش كيف ريماد فتلينا تتحركش من اول ثانية انا عايزك تكون ماخد وضع افتراضي اللي هو هنا وعند السنة الرابعة مثلا يعني عايزك تكون وصلت لغاية الوضع ده حلو وسجل عندك وعد كده عند السنة التنة او عايزك تكون وصلت للوضع دوت وبعد ما توصل للوضع دوت تبدأ قابله بشوية وانت جاي ناحيته كده تبدأ تخفيلي الصورة تمام؟ طيب اللي بيخزن لي الاوضاع ديت انا هنا بقول كده ليه ما تخزنتش لو جيت ارجع هل ايها ما راجعتش الوضع اللي انا حطه فيها اللي بيخزن لي الاوضاع ديت في برنامي حاجة اسمها الكي فريمز طبعا دي موال كبير قوي بس اخلا انا اخدها بشكل مبسط انها شبه نقطة كده او حسنة بتخزن فيها المكان او القيمة اللي احنا بنشتغل عليها سواء كده كانت بوزيشن يعني انا بيت بتحرك في خصائص ما الوزيشن ياما بتحرك في خصائص ما الروتيت او الاسكيل الحجم بتاعي وطبعا طيب خلوك انا اخد اول حاجة افتراضية ازاي نظر الحصائص دي هتليجن بالليير هتلاقي فيه السهم او مسلس مقلوب كده موجود بجنبه ندوس عليه هيفتح لي تاب اسمها transform نبدأ ندوس برضه على السهم دوت يظهر لكل خصائص ما قلت عليها انكور بوينت البوزيشن انكور بوينت انكور بوينت بالضبط يا جماعة هي نقطة الارتكاز او محور الارتكاز يعني دعالوا اقول لكم على حاجة لو الصورة دي تمحور ارتكازها انا هفتراض مثلا انه موجود في النقطة دي انا اسف انا بس موقتين لا هو موجود عند النقطة دي تمام وقالتلكم خلي الصورة ترفي فالصورة هنا هتلف حوالين انهي محور الارتكاز طبعا ده فهتلاقي الصورة بكل جسمها بتيجي كده تمام يعني بتلف حوالين المركز دوت طب لو قلتلك خلي مركز الاتزان او مركز الارتكاز او محور الارتكاز بحطه في النص طبق الصورة كلها تلف حوالين المحور دوت طب دي تفتني في ايه دي تفتني لما اجع من الروتيشن او دوران للصورة بتاعتي هي المحور الاصلي بتاعها اللي هو هنا ليه نقطة الارتكاز طيب تعالوا بينا كده بقى نشوف من ازاي نبدأ نعدل في الخصائص ديت طيب انا عشان اعدل اي خصائص من ديت لازم افعل حاجة هنا اسمها الkeyframe او keyframe طيب تعالوا نبتدي كده مثلا بالاوبستي الاوبستي معناها هي مادة شفافية للأوبجيكت اللي قدامي زي ما احنا عارفين اي فيديو مابتديش اقفش كده على طول يبدالك بالصورة يبدالك بعملية اسمها فيد ان تبدأ الصورة مختلفة مختلفة تبدأ تظهر بالراحة جدا تمام طيب انا هنا عايز افعل الكيفرام بتاعت الوبستي فهدوس على الساعة ديت ويبدأ تظهر لي زي نقطة هنا النقطة ديت بحط فيها الانشيال فاليو بتاعتي اللي هي هتكون صفر يبقى انا بدت قيمة للأوبستي اللي هي الشفافية بتاعت الوبجيكت التاعتي عند الثانية صفر ان قيمتها كام صفر في المئة وقلت لها عند الثانية التالية الثانية التانية بتاعتي عايزة تبضل صفر زي ما انت يبقى انا اجي هنا وحط كيفرام من هي بين الساهمين دولت يبقى انا كادت لها كيفرام تانية او نقطة تانية بنفس القيمة اللي قبل ديتها طيب انا عايز زمن النمو بتاعي او زمن الظهور بتاعي يكون بطيقة تمام تعالوا في الاول كده هيا في علاقة رياضية هنقولها دلوقتي بالحسب منها بس لا ننسك الحالة الديفولت بتاعتي انا مثلا عايزة تظهر كان هي خلاص الحد الثانية التانية هي مختفية والحد الثانية الرابعة عايزة تبدأ تظهر يعني في نهاية الثانية الرابعة يليس كهنات قيمة صفر فبقى اننا بحط كفرام ثاني طبعا يديها القيمة صفر فقالوا لا انا عايز زياب قيمتها بميلة هنجي نمشي ملايه هنا الحد الثانية هي قيمة صفر من بعد الثانية للحد ثانية الرابعة تبدأ تظهر بالراحة 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 ما يديني التأثير اللي انتو شايفينه الجميلة تمام؟ طيب هنا انا عايزة أبسطها لكم لان احيانا بتيجتي عميل شغل وتسلما يكون حد معينة يقول لك أنا مش هجبني طريق الدخلة الدخلة سريعة جدا أو أسف الدخلة وطيئة جدا أنا عايزة أسرع من كده طب تعطي الضخط طب هي وطيئة أنا مفروض إيه أصرح أصرح يا نعمل إيه بصوا حنا خدنا زمان إن السرعة بتسوي إيه المسافة على الزمن صح؟ طيب السرعة عندي بتساوي المسافة على الزمن طيب إيه أنا عشان أقلل السرعة أو أسف أنا هنا عايز أزود السرعة لو أنا عايز أزود السرعة بتاعدي يعني تعالو كده بس الفرنامج الرسام عشان نعرف نتكلم وروح طيب ال V بتساوي X على T طيب أنا علشان أزود ال V بتاعدي فتريني الحكاية دي ياما نقلل T ياما نرفع المسافة نزود المسافة مع ثبوت T صح؟ طيب تعالوا نبص كده وفتكروا حكاية دي كويس أنا هنا هل هنا عندي مسافة؟ أنا ما عنديش مسافة أنا أساسا أنا عندي إفكت بالطبق ما هوش مسافة إلى حد ما إنما اللي ممكن ألعب فيه هو الزمن صح؟ يبقى أنا لو قللت الزمن بتاعي هرفع السرعة بتاعت الإفكت بتاعتي صح؟ يبقى ناجي هنا كده وقل له بدل ما هو ثانيتين؟ بياخد ثانيتين هو الزمن النمو بتاعي بياخد ثانيتين كاملية إذا أنا عايزهم ثانية واحدة ونجيب طبعا كده هيبقى أسرع بكتير وهيكون شكله ألطف طيب طبعا بيكون الشكل بتاعيها غريب شوية في بعض الحاجات اللي بتفرق ما بين ديزاينر وبين التاني يعني أنا ممكن أخلي بعد ما الصورة تظهر أخليها تبدأ تتحرك طمعا في الحالة دي تكون صويرت جدا يعني تكون غريبة بشكل فضيع يعني تخيل كده أنت بادئ حاجة فيديو ماشي يا ماشي يا ماشي طبعا بيكون الشكل بتاعها غريب شوية إلا لكو ضد كده حاجة هتطلعها بشكل جمالي أما هو الأصل اللي أنت بتعمليها حاجة اسمها تشابك الإفكات أو انك بتلحم الإفكتات كلها في بعضها طبعا فأنا لو عايدة فعل نقطة نقطة الـPosition فتتعد هنا على Keyframe طبعا على المطقة الـP goose طبعا أنت نقطة الـPo حاجة تتحدث لكم في سركم ومتسأل نقطة الـPo نحن ديزاين خيب نفعل المطقة الـPo ودي حاجة انا اعرفها قدام ان شاء الله تمام طيب انا فعلت قريبا البوزيشن اهو هما الاثنين مع بعض بس عزلت بيها دفولت بتاعها متجيش تلعب لي هنا في القيم بتقول لي مثلا كده انت معلش مش ممكن متعرفش الاحدث الدي بتودل فين او مش من متباركة او اكس او اي وكده احنا احسن حاجة بتخلي المؤشر بتاعك اللي هو الخط الاحمر دوت في منتصف الكي فريم بالضبط هو لو مش في منتصف الكي فريم هيعملي كامان Trip ان ا حى نزوم اقتر لشابه في حالة انت لوائطة اطلاء فتوقك رايزح بنسو احنا بنخل الخط بشكل الكي فريم بالضبط وابدأ اديه الوضع الانشهل بتاعه انه نحرك الصورة اخلي الوضع بفول بتاعي اما تلاحظوا ان القيمة اللي عندي هنا تتغير حسب الوضع بفول ما عايز الصورة فيه فانا عايز الصورة هنا مثلا طب انا عايز ولكم على حاجة الصورة اصلا كانت هنا وانا بس حافظة في اليمين ممكن اديها تطلعها فوق او تحت انا ازاي احافظ انها تنشي في خط مستقيم لانا عايزها تنشي في خط مستقيم تجيل كده بشكل مستقيم بدل من ان انا اجيبها كده وارجع اديها قيمة تانية هنا كده مثلا انا اخليها كده وانا دايما مش عارف اتزل هتلاقي صورة تحرك ازاي تلاقيها جاية كده في خط غير مستقيم فانا لأ انا اجي هنا بالاول قيمة الانشهل بتاعتي هي سنكات هنا صح ابدأ ادوسها على زرر الشفت وانا بحرك انو انا بحرك ادوسها على زرر الشفت اهبص وانا بحرك ايدي فوق وتحت بس هي ماشية مرتزمة معي خط مستقيم واحد طبعا انا هي المفروض ان انا احزف الكيفرين ديت عشان نعمل احدها جديدة وقول لها اجهز سحب برضو وادوسها على زرر الشفت فتجيلي طبعا هيك انا بحرك خط مستقيم تبدأ 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 تظهر تظهر لي الصورة بالشكل دا طب اه دوت الى حد ما كان اول افكتات تعالوا كده نكمل ايت الافكتات ونشوف ازاي ممكن ننهي الفيديو بتاعنا طبعا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم كده اه احنا خلص طبعنا طبعا 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 انا بس انا بعتقدر عن حاجة ان انا بقول بشكل براكتكال اكتر فعايز الناس لو سلوب شرحي طبعا 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 اتفقنا هنا ان احنا هنعمل تلاحهم افكتات فانا عشان اشغل خاصيتي لسكيلينج فبشكل الاس دي 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 نصحة منا انا كمصمم يعني تعالى في الاخر كده وفعل كيفريم يعني ما تخليهاش بعد ما الترانزيشن او بعد ما البوزيشن ياسبه تروح لها عامل اسكيلينج الا اذا كنت اقصد تعمل كده انت لك هدف من حركة دي وهتثبتها في الفيديو كله هتعمل افكت عليها وتشتغل اما كفيديو عادي كصور بستخدم صورة واحد عشان اطلع حاجة محترمة حاجة فيديو لذيذ شكله حلو فانا اقول لك خليها في الافضل تكون كده تمام طبعا اعزين نكبر دي شوية تمام خليها مثلا كده وهي جاه كده ابدأ اعمل لها سكيلينج ابدأها القيمة طيب القيمة دي عندي كان الصورة كده الريصايز بضحة 100% يعني بالفورك والك بتاعتي هي كده زائرة طيب قدفك حليل عشان تعمل ريصايز اما تريح دماغك وتيجي عندي الزمن اللي انت عايزه وتعمل تغير في القيمة دي اما تكبرها وهي هي ماشي معانك عمالها تكبر اما تصورها برضو من هنا على حسب زي ما انت عايز بالظبط اما في حل تاني طبعا تشوفتوا ان انا ما جدش هنا على منتصف الكي فريم فطبعا حصل خطأ عندي زي ما انت شوفتوا جده يما تيجي حل الاسهل لانا باجي من الاسهم اللي جنب يعني انا او هيني اسدقتينكم لو هقالل بس انها الاول عشان اكتبوا قدام بصبراتكم طبعا انا كده الاسهم فالص تم له هي كده يما ايجي عند احد المربعات دي اللي هي حوالين الصورة اللي هي الفريمات او الفريم بتاع الصورة تالتي اسحب منه اكبر بس لو تلاحظوا الصورة معاي شايفين ممكن اسحبها ايديا ما تكونش مضبطها فتنضغط كده تمام او اسحبها مثلا كده فتنضغط معاي تمام انا لما اجي اسحبها من اي مربع من دولك لازم ادوسها لازور الشفت عشان احافظها على نسبة ابعاد يهبصوا هيجان مضغط او نبس عشفت تلاقي نسبة الابعاد بقيت تمام تمام بديتك خاصية الاسكالينج طبعا انا كواحد يعني مش احتاجه خلص اذا نخليها كوضع انا بقول لك بس زي ممكن تطبق تمام تمام طب لو تلاحظوا حاجة لو انا جيت هنا مثلا خلاص انا واحفظ الفيديو عند الثانية السابعة خلاص صورة تحركته تمام اا لو جيت في الاخر انا جاء صورة فالت مني وحركتها هتلاقي وحطي لك كيف فريم في البوزيشن ليه حطي لك كيف فريم في البوزيشن تبني انت فاتح له بتقول لي بتقول لي الجهاز دلوقتي تقول لي سجلي كل حركات الصورة اللي انا هحركها في الورك بلايس بتاعتي فانا احطو جاء حركة هده وجيت هنا احطو جاء عملها كده وجيت هنا عملتها شايفين حتى عمل لك مصر للحركة او بيسموه بوس شايفين هي عاستتحركت او بص طبعا كده انا مش وخبات اللي اصير تتحرك معاك بالشكل تمام هي انا هخلي الحركة زي ما هي ايه خلاص فالت مني وجد كده فخلاص انا مش هسيب الفيديو بتاعه ومش هسيب كل عملاته طبعا ممكن احذف الكيفريمات وموضوع ينتهي بس انا هيجي هنا انا هتول في الوباسطي واجي هنا وانهي اقول صفر في المية طبعا اظن مفهومة انا بحط هنا كيفريم بقيمة الانيشل بتاعت اللي هي اللي هي زي الاخر واحدة طبعا انا تتاخر واحدة تقومي تركان بمية تباجي انا هنا بحط كيفريم تانية وبقول له حد سينية الاثناشر وبقيمة بتاعتي بصدق تخلي قيمة بتاعتي بصدق تبدأ صورة هي بتتحرك طبعا انا عايزها هنا عشان طبعا دي برضو كلامسة جمالية لو جينا نبص انت لو جدت بص هتلسطها بتتحرك صح فجأة هتسبت هتجدو ان تختافي طبعا سويد شوية فاحنا نتخلي اليد كده بحث وهي بتتحرك تختفى اختفاء طبعا احنا عايزنا نحفظ بعض جوز الاثناشر سانية دولة باستخدم اليفجادة ايضا هابدأ اجدو بعد طبعا الاهرامات دي والاهرامات دي هابدأ بها زوم اوت وزوم اوت زوم ان وزوم اوت في التايم لاين بتاعتي طبعا تعالوا نبص كده زي ما حضرتكوا شايفين انا كده بعمل يعطيها يمكنني ان اوصلت تلك السوان سي وقت سوف حادي اوصل للزمن الكلي حادي اروح الاقي في جانبين هنا في جانب اصفر هنا في جانب اصفر هنا لحد ما الافكت بتاعي اخلص او الفيديو بتاعي اخلص مثلا خلص عند السنة الكام انا هخلص الفيديو عند السنة الكام سنة اتناشر بالضبط خلاص اراح جاي رايح وجايب ماسك الجانب دوت اول ما السهني بده يتحول كده حاجة يسحبه عندي تمام طبعا حاجة على السنة الكاملة شوية ما خليه كده بزره عشان يكون اكتر تمام تعالوا نبص كده بقى الفيديو بتاعي تمام حب احفظ لعاز احفظ بقوله فايل واقوله سيف احد واختار البوضشها من بتاعها لعاز احفظ فيه بقوله اوكي تمام طب لو عازين نرندر او نحفظ طيب ايه فرق بين الرندرة وبين كلمة حافظ؟ طيب ايه هي الاعدادات الديفولت اللي هي الاعدادات اللي بيسموه الاعدادات العالمية او الستاندرد سطاعت في الفيديو بتاعت اللي ما بحفظها مفيش حاجة التطارد عليها واحد يقول لي اصطبت ازاي انا مش فاهم هديك مثال انا ممكن احفظ الفيديو بتاعي اللي انا اشتغلت بي دول بصيغها فلاش فيديو اجعر فحها مثلا واجي اقدم بها في مسابقة ما اتقبلش ليه؟ لان انت عاملها واحد من فلاش فيديو مش الصيغة الكواليت اللي هي العالية ثانيا انه ممكن يكون الفريم بير ساكند مش متوافق مع الصيغة بتاعتك مش متوافق مع عدد الفريمات في الكمبوزيشن بتاعك طبعا انا بقول حاجات غريبة ايه داخل الكمبوزيشن بعدد الفريمات ايه هي عدد الفريمات اصلا؟ ايه هي الكلام ده كله؟ طبعا الكلام ده كله انا هم اضحه في الفيديو الجاي ان شاء الله هذا بس كنت نفتح معاكم البرنامج بسهولة ونبدأ نعمل فيه بروشيك تواصل ده نحن نتحرك صورة وده المطلوب عشان بس نكسر الحاجز اللي ما بيننا وبالبرنامج للناس كلها تقول البرنامج ده معقد يعني مش عارف ما معقد عليه تمام؟ خلاص كسرنا الحاجز مطلوب للناس تطبق دلوقتي وان شاء الله هنعرف التفاصيل ده اكتر ازاي احفظ الفيديو وعمل الروندير والفربي الروندير والحفظ في الفيديو الجاي ان شاء الله طبعا هنقول الكلام ده في الفيديو الجاي في عشر دايق بسيط ونبدأ نعمل تطبيق اول على الدرس ده هنعمل بقى تطبيق احترافي من الشكل ده بحيس يكون المنظر بتاعه جميل وحلو وشيء جميل يعني شيء مستخدم شيء بسيط وفي نفس الوقت يكون شيء نظيف كده وحاجة لها منظر حل تمام؟ ده كان اول فيديو شرح شكرا لحضراتكم على المتابعة اتمنى لو كان في اي دي كناقض على الفيديو او تعديل انها بتكلم بسرعة او مبوضحش معلومة معينة او ماشي بريت من سريع اتمنى ان حضراتكم توضحوا لي دوت عشان ابدأ اصلح في الفيديوات الجاي ان شاء الله بشكر حضراتكم مرة ثانية واسأل الله العليل قدير ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة